اليوم هو يوم العالمي بلغة الإشارة نعم وخنقول أي مدى يمكن أن نعيدهم للإندماج بالمجتمع باعتبارهم مواطنين لهم كامل الحقوق بداية نشكر قناة NBC عراق على الالتفاة بهذا اليوم المهم وشكر موصول حضرتك أستاذ رائد المقدم الرائع وحقيقة هذا اليوم يهم الأشخاص الصوم في بلدنا العراق هذا اليوم تم اعتماده من قبل المنتدى الأوروبي للصوم اللي هو EDF حقيقة هو في أوروبا لكنه كان بدأ كمنتدى عالمي للأشخاص الصوم لا نتفاجئ إذا نظل أن هذا اليوم تم إقراره في عام 1951 في مدينة هلسينكي في فنلندا وأخذ على عاطق الهدف منه هو نشر ثقافة تقبل أشخاص الصوم كنوع من تنوع البشري وتسليط الأضواء على استحقاقاتهم وحقوقهم في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ابتداء من التعليم ووصولا إلى التوظيف والعمل والرفاهية والرياضة والترفيه يعني من 1951 كان هناك شعور بانتقاص وعزلة وتهميش وإغصال أشخاص الصوم فما بالك نحن اليوم في 2021 بعد مرور أكثر من 70 سنة وما زلنا نطالب وندافع ونتقفل الحقائق لأجل أن ينتشل الأشخاص الصوم من الواقع المرير والعزلة والتهميش والإقصاء اليوم بهذا اليوم العالمي للغة الإشارة اليوم رح نحتفي بالجميع وكذلك نطرح ما هي مشاكل نعم نوصل رسالة وما هي أهم الحلول اللي نقدر نقدمها إلى السم والبكم ورحب بيت مرة أخرى 6 آيات يعني كل طفل أو شخص أصام لديه لغة يتواصل بها أو يستخدمها كعادة يومية يتواصل بها مين يتعلم هذه اللغة أو طريقة الحوار مع الآخر نعم بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي آيات أظهر في تجمع المعاقين في العراق نعم طبعا لغة الإشارة هو طبعا بالبداية أحب أبارك للأخوة الصوم ومترجمين لغة الإشارة بهذه المناسبة نعم مثل ما ذكر أستاذ مفاق في عام 1951 أقرر هذا اليوم هو لدعم الصوم ويكونون يعني مساواة مع باقي المجتمع الأشخاص الصوم هم يعني ناس فاهمين الحياة فقط ينقصهم الكلام وأيضا عندهم هم لغة الإشارة نعم طبعا يعني مثل ما هسا أنا قاعد أتحدث وأكون مترجم لغة الإشارة على قناة الأم بي سي طبعا هذا شي ممتاز ونحييكم على هذه الخطوة طبعا احنا الصوم مناسبة احنا متابعين قناة الأم بي سي عراق هي تعتبر حاليا القناة الأولى المفوضلة للأشخاص الصوم دائما برامجها رائعة لكن من خلال تواجدنا اليوم طبعا يعني نقول أنه ياريت أنه يكون مترجم لغة الإشارة حتى يوضح أنه يعني يكون أمور برامج إحنا دائما نتابعها ونحس بيها في ياريت أنه يصلط الضوء علينا إحنا كأشخاص نطالب بأن يكون مترجم لغة الإشارة إن شاء الله يعني توصل هذه الرسالة إلى إدارة القناة إلى الإشراف يطالبون هذه الشريحة المهمة في العراق بأن يكون هم متابعين إلى برامج أم بي سي العراق يطالبون بمترجم للإشارة لهم حتى يقدرون يتواصلون مع برامج أم بي سي العراق